يساعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكن انا ام منذر واليوم رح نعمل مع بعض اكلة كتير طيبة مكونات ابدا مانة كتيرة رح نعمل الكفتة باللبن طبق كتير سهل انا بكتب المقادير تحت الفيديو كمان بحكيها وانا عم اشتغل يلا سوف نشوف المقادير وطريقة التحضير جبت هون كيلو الا ربع من اللحمة الهبرة وفيكن تخله شوي دهن فيها بيعطيها طعام وزكاوي افضل حطيت عليه شوي من الملح حطيت كمان ابهار حلوء او الكبابة وكمان ضفت شوي من الفلفل الاسود هاي هي كل البهارات اللي بدي حطها رح حط عليها معلقة كبيرة من التوم المهروس وجبت بصلة وسط برشتها وبعدين عصرتها هيك شوي بيدي لحتى تخلص من السوائل اللي فيها يعني ما يكون فيها كتير سوائل حتى ما تفرط معنا اللحمة بس كورناها هلا بدي ادعاكم مع بعضهم اللي يتدخلوا ضروري انو نعجين منيح لللحمة لحتى تتماسك معنا حتى ما تفرفت يعني بس لقيت وصلت وتضغط عليها وصارت تدبق هيك بييدكن هيك بيكون شغلكم مظبوط يعني عجينوها منيح لحتى تتماسك كتير هون جبت الصينية اللي بدي دخلها عالفرن دهنت ايدي بشوي من الماء ودهنت الصينية اما بسمنة او بزيت حسب ما بتكون انتو وصور تكور اللحمة هيك بها الشكل هادا فيكن ما تحطون مثلا انا هاي بدي دخلها هلا عالفرن فيكن ما تحطون بالفرن تحطوهن عالغاز يعني تقلوهن تقلاية كمان بيسير هلا بدي دخلن عالفرن لازم يكون الفرن حامي منيح لحتى ما تطلع المي اللي بداخل اللحمة ازا كانت النار خفيفة رح تلاقوا طلع مي منها مي كتير خلوا النار شوي قوية وتعطوها وقتها لحتى تستوي كمان اللحمة بشكل جيد هون حطيت كوب من المي البارد يعني عادي مو ساخن ضفت عليه معلقتين من النشا بخلطوهن هيك ليخطفي عندي النشا تماما لازم يكون المي بارد ما يكون سخن رحطوهن فوق كليين ونص من اللبن هلا هادا اللبن انا بدي اخدوه ارفعوه عن نار بس قبل ما ارفعوه عن نار لازم خلطوه بشكل جيد يعني شايفين هو كيف صار بعد ما حطينا عليه اللبن وخلطناه شوي هادا ازا اخدته حطيته انا متل ما هو رح تلاقوه حتى لو فيه نشا ممكن يفرط معنا لازم يعني يداخل كله مع بعضه شايفين هالحبيبات هاي ممكن هادا كتير انه يفرط معنا احنا انا بقلولو يحطينا بيضا وحطينا نشا وفرط اللبن لازم يكون متجانس يعني وقت بتكون ترفعوه عن نار يكون متجانس فخلطوه منيح وبعدين ارفعوه عن نار شايفين كيف قوامص رجع يصارب هالشكل هادا هذا يعني مستحيل هلا انه يفرط معكم اللبن لو حتى لو ما حطيته بيضا شفتوا انا حطيت بس نشا طلعت اللحمة هلا من الفرن شايفين كيف هاي السواء اللي نزلت كله من ان كان السمنة او المي اللي نزل منها هي بدي استخدمه كمان انا بالطبخة هون عندي اللبن بلش يغلي شايفين كيف شايفين نعمته وطبعا ما فرط ما احلى صار كتير يعني ناعم ومتماثق كمان هلا بتضيف عليه الملح الملح طبعا حسب الرغبة قد ما بتكون انتو بتدوقوه وبتشوفو انا حطيت هون ثلاث معالق من الملح وبدي تضيف عليه الكفتة طبعا مع السواء اللي نزلت منها ياريت تكتبولي بالتعليقات من اي بلد عم بتتابعوني واذا عنكن اي استفسار عن هذا الفيديو او الفيديوهات القديمة اكتبولي كمان انا بجاوب على كل التعليقات هلا هي بدي خليها على النار كمان على جنب تقريبا شي عشر دقايق لحتى ياخد كله نكهة بعضه بخفض النار شوي وبتركه على جنب لابا ما اجهز اخر خطوه من اللي من الطبخة هون حطيت شوية من السمنة كمان وفيكن تستخدمو الزيت وحطيت عليه المعلقة من التوم المهروس بقلبون هيك شوي مع بعض ما كتير التوم بده تقليب يعني وبضيف عليه كذبرة خطرة وممكن تستخدمو الكذبرة اليابسة هاي الكذبرة انا مفرزتها الصراحة يعني بجيبها بس بفرمها وبغسلها وبصفية منيح وبحطها بكياس وبحطها بالفريزر بتظل خطرة شايفين ما احلاها وبتظل نكهتها كتير قوية بقلبهم كمان هيك تتومو الكذبرة على النار لحتى تدبال وبضيفها فوق اللبن هاي اخر مرحلة من الطبخة فيكن تحطو الكمية اللي بتكون ياها ازا ملك اللي عندكم بيحب الكذبرة في اللبن فيكن تحطو تستكبوها بس بالصحن اللي بتكون تاكلوه يعني ما تحطو عكامل الكمية خلص هلا هاي اخر مرحلة كانت وصارت طبختنا جاهزة بدنا نسكبها شايفين كيف كرات اللحم تلاقوها متماسكة ما فرطت ابدا نهائيا طبعا الريحة هلا بتاخد الريحة الكذبرة والتوم كتير كتير مميزة وبتعطي طعم كتير طيب لأي اكلات يعني وخاصة الاكلات اللبن هاي طبق كتير سهل وسريع وطعمته كتير كتير طيبة ويعني بيفتح العين اذا واحد عنده عزيمة ممكن يساويه او شي طبعا اهون انا كمان بعد ما سكبته كمان زينته بشوي صغيرة بس من الكذبرة على وجه هذا لحتى عزز الطعم بيعطيه منظر حلو هذا هو شكله للبن لا هو سميك ولا هو كتير خفيف بتمنى يكون عجبكن شغلي لليوم اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتعبوني على القناتي قناة مطبخنا السوري وقناتي الله نتحلى